موضوعاً اليوم موضوع مهم وشوي مختلف وهو التأجير الأرحام أو الحمل البديل هو عبارة عن حل طبي يتم اللجوء إليه لمساعدة النساء على الحمل والإنجاب وبعض النساء يلجأنا إليه لعدم رغبتهن في تغيير جسادهن أو تحمل أعباء الحمل وتعب الولادة طبعاً تختلف الآراء فيه فيعتبره لبعض تجارة وانتهاز النساء الفقيرات طبعاً المعدمات خاصة أن المؤيدين له يتعاطفون مع المرأة العاقر وحقها في الحصول على أطفال وحق المرأة في التصرف في جسدها مثل ما شاءت أما من الناحية الدينية فهو محرم شرعاً رغم وجود بعض الآراء الدينية التي تحلله فقد أجازه المجمع الفقهي في دورته السابعة عام 1404 بشرط الحيطة الكاملة في عدم اختلاط النطف وأن لا يتم ذلك إلا عند قيام الحاجة ولكن المجمع عادة بعد ذلك وألغى هذا القرار في دورته الثامنة عام 1405 اللي بقول اليوم إحنا بس حتى نبسطها بس للمشاهدين تأجيل الأرحام أنه مرأة عندها مشكلة في الرحم في خطورة أنه قد يموت هذا الطفل حملها صعب جداً يصير فيه تلقيح بين الحيوان التناسلي للرجل وابويضة المرأة ومن ثم توضع في رحم أمرأة أخرى يتم تأجيل رحمها ويأتي هذا الأولد ثم يعود الأبويلة صاحب النطفة وصاحبة البويضة هذا جزء فيه فيه طبعاً تفريعات كثيرة لهذا الملف رح نناقشها في هذه الحلقة بكل جرأة وشفافية